السلام عليكم نشرت صحيفة ديلي تليغرافي البريطانية مؤخرا رسما توضحيا يظهر هيكل قيادات تنظيم داعش الإرهابي وعلى رأسهم الخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي يتبعه وزراء الدولة الإسلامية المزعومون ومسؤولون تنظيم المنتشرون في أماكن تواجد داعش بحسب الخريطة السوداء أبو بكر البغدادي اسمه الحقيقي إبراهيم البدري كنيته السابقة أبو دعاء عمل محاضرا في الدراسات الإسلامية وإماما لجامع أحمد بن حنبل في سمراء ومثمى إمام جامع في بغداد وآخر في الفلوجة أسس تنظيما تحت اسم جيش أهل السنة والتحق بعدها بالقاعدة وأصبح الرجل الثالث في التنظيم ثاني قيادات داعش بحسب الأهمية هو أبو مسلم تركماني اسمه فاضل الحيالي وهو ضابط سابق في الجيش العراقي من تلعفر والمسؤول عن الأراضي العراقية في الخلافة وهو نائب الأميرة الوزراء من اليمين الأول أبو عبد الرحمن البلاوي واسمه عدنان إسماعيل نجم وهو ضابط سابق في الجيش وكان المسؤول العسكرية الأول قبل أن يقتلف الموصل في الخامس من يونيو الماضي الثاني أبو قاسم واسمه عبد الله أحمد المشهداني وهو المسؤول عن استقبال الانتحاريين العربة والأجانب وتأمين سكنهم الثالث أبو هاجر العسافي وهو محمد حميد الدليمي مسؤول البريد في التنظيم والمنصق العام بين الولايات المختلفة لنقل التعليمات وغيرها من المعلومات الرابع أبو صلاح اسمه موفق مصطفى الكرموش وهو مسؤول المالية في التنظيم الخامس أبو لؤي واسمه عبد الواحد خضير أحمد وهو المسؤول الأمني العام في تنظيم داعش الإرهابي السادس أبو محمد اسمه بشار إسماعيل الحمداني وهو مسؤول ملف المعتقلين والسجناء أما السابع فهو أبو عبد القادر واسمه شوكة حازم الفرحات ويعد المسؤول الإدارية العام داخل التنظيم بالنسبة لمكتب الحرب من اليمين أبو كفاح واسمه خيري عبد حمود الطائي وهو مسؤول التفخيخ في التنظيم الثاني أبو سجا اسمه عوف عبد الرحمن العفري عفوا العفري هو مسؤول الشؤون الاجتماعية في داخل التنظيم أما الثالث فهو أبو شيماء واسمه فارس رياض النعيمي وهو مسؤول مخازن السلاح بالنسبة للمحافظون من اليمين الأول أبو ميسرة اسمه أحمد عبد القادر الجزاع وهو مسؤول التنظيم في بغداد الثاني أبو مهند السويداوي واسمه عدنان لطيف السويداوي وهو مسؤول داعش في الأنبار هو أيضا ضابط سابق في الجيش الثالث أبو جرناس اسمه رضوان طالب الحمدوني وهو مسؤول داعش على الحدود بين العراق وسوريا الرابع أبو فاطمة اسمه أحمد محسن الجحيشي وهو مسؤول داعش في محافظات الفرات الأوسط أما الخامس فهو أبو فاطمة اسمه نعمة عبد نيف الجبوري وهو مسؤول التنظيم في محافظة كاركوك السادس أبو نبيل واسمه وسام عبد زيد الزبيدي وهو مسؤول التنظيم في محافظة صلاح الدين وقد قتل مطلع شهر يونيو الماضي تؤكد مصادر أن أربعة من أهم قيادات داعش خدموا في جيش صدام حسين وينضوي تحت إمرة هؤلاء الإرهابيين جميعا عدد آخر من المسؤولين والقيادات الفرعية اشتركوا في القناة